السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم إن شاء الله هريحة نشارك معكم فيديو تحذيرات الأخيرة للعيد بحول الله تنظيف الثلاجة بعض المنظمات اللي نظموا فيها الخضر في الثلاجة ونديكم معايا في عرضة عند خويا لعشان إن شاء الله هاد الفيديو تستفادوا منها ونقول البنات لي أول مرة نرى ما يشوفوا الفيديو تاعي اشتركوا في القناة وفعلوا الجارة حتى توصلكم الفيديوهات المقبلة واللي مولفين يشوفوا الفيديوهات التوعين قلهم ما تنسوش لايك وتخلوا لي تعليق أسفل الفيديو أول حاجة نبدو بها هي الثلاجة أنا نتصبح صراحة نلقيت يما نقت الثلاجة يعني ملاح فحفحتها الله الله وخسلت أيضا هاد المنظيمات فرغت كامل يعني البقاء يلي كانوا فيها الخضراء القديمة إلى أخيه ونقاتها ملاح كيما راكم تشوفوا رايحين نعودوا ننظموا فيها الخضر من جديد وبالنسبة للمجمد نفس الشيء نظفته جيدا فقط بمحلول فيه الخل والبيكاربونات وشويات على الماء يعني نظفت جيدا ونتيجة يعني خرجي الماء بالنسبة ليما هي مشي من الناس اللي تحب بزاف جمد الأشياء يعني حتى اللحوم ما يفوتوش عندها أسبوع تكون استهلكتهم هنا يعني رايح هفيد هاد الكونجيلاتور فيه فقط شوية حميصة وشوية جلبانه بالنسبة للخضر أنا رتبت لها فقط الخضر في هاد المنظمات المعروفة نظن كامل فيكم يعني ما كشفيكم لي ما زال مش رتش منهم هاد المنظمات لأنه يعني هم تواجدين في السوق والأسعار تحهم يعني جد معقولة متستعملوهم مش فقط للثلاجة ممكن تستعملوهم تحت الحوض ممكن تنظموا فيهم يعني مواد التنظيف ولا أشياء أخرى يعني متعددات الاستعمال المهم أنا نظمت فيها الخضر ودخلت كامل الخضر في الثلاجة كيما كم تشوفو احنا الخضر نحطوهم مباشرة في هاد المنظمات لأنه الخضر ما يطولوش عندنا في الثلاجة ثلث يام ربع يام وتكون خلاصة الخضر ونشرو خضره جديدة يعني ما نخلوش الخضر يطول عندنا في الثلاجة دايما نشرو قسم ما نستهلكو هادوك ثلث يام ولا أربعة موسيقى 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 هنا نظمت كامل الخضر ورجعت كل حاجة لبلسطها وهنا حبيت نشارك معكم واحد المنظم من المنظمات اللي رهي موجودة في السوق أنا لقيته عندي موعج ابني بزاف صراحة ممكن تنظموا فيه أشياء كثيرة أيضا من بينها مواد التنظيف اللي تستعملوها في المطبخ ممكن تديروها تحت الحوض ويكون شكل تحتها منظم وتكون مجموعة كامل في هذ المنظم كما راكم تشوفوا أنا خسلته وريحا نحط فيه هذ المواد اللي نستعملوها يوميا في المطبخ كما لو جعفال كما سائل غسل الأواني وسائل غسل الملابس أيضا بالنسبة للناس اللي عندهم آلة غسل الملابس في المطبخ ممكن تحطو فيها أيضا للعبات ولا هذ الشيطة الصغيرة لموارفين تستعملوها ربما في المطبخ وبالنسبة لهذ اللي ميكروفي بغي تعلن المكنسة العجيبة كي نبنى تسقطوني عليهم أنا نقول لهم يعني راهم يتباعوا وحدهم في المحلات تعبيع المواد التنظيف تلقوا هذ اللي ميكروفي بغي يعني يتباعوا وحدهم فوالا تنظموا هذ المواد تحت الحوض ويجي الشكل تحتهم يعني منظم وفي نفس الوقت الشباب زوالا خياتي هذ هي وهنا ريحا انديكم معايا اخوي عرضنا للعشاف هو يتكن في مدينة تيبازا هنا فقط حبيت نشارك معكم المنظر شوفوا منظر تعلبحر ومدينة تيبازا ريتبان كامل هنا شوفوا اللون تعلبحر الأزرق مع الجبال كيكون لون تحوم أخضر يعني منظر فعلا رائع هنا ذلالة مباشرة يعني بلونجة وفلا بيسين يعني ما قدروا شي يصبروا كانت شوية سخانة لعبوا شوية أكيد واستمتعوا بأكيد بأشعة الشمس وهنا خطي رهيتعاون في مرتخويا رهيتدر في الصلاطة كما كمتوفوا صلاطة بسيطة ويعني فاغية كما را كمتوفوا ومرتخويا هنا رهي وجدت واحد الحميس هايل أكيد إن شاء الله ريح نشارك معكم الوصفة تاعه في فيديو مقبل لأنه جاب بزف بنين هاد الحميس خاصة انه الطرشي يعني كيت شوية على الجمر ري يعطي ذوق رائع في الحميس تاعه هنا كما كمتوفوا الصلاطة رهي قريب توجد رهي توجد فيها الدير في اللمسات الأخيرة وبالنسبة للمرتخويا يعني يعطيها الصحة طيبت لنا عشاء خفيف والضريف بزف بنين دارت هنا انسوب بتاع الكروفت جدت لاسوب بزف بنينه وشوية شوية وخلاص يعني مع الصلاطة هادك هو يعني كان عشاء خفيف وبزف بنين يعني نقولها يعطيك الصحة أكيد على لاسوب خاصة لاسوب جدت فغيما بنينه بزف فوالا كما كمتوفوا هنا خويا رهي شوي على الجمر وحبيت نغتنم الفرصة بس كتلعنا للاتغاس نوري لكم نفس المنظر اللي شاركته معاكم في بداية الفيديو لكن هنا في الليل كان المنظر مختلف تماما البحر بينسور هنا ما يبانش في الليل بصح الأضواء كامل تعمدينة تيبازا تبان بشكل يعني كامل موسيقى 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 هنا اخويا بعد ما كمل شوى الحم جا طريب الزف وجا بنين يعطيه الصحة وهنا الطاولة تعالعشا يعني كانت طاولة متواضعة لكن الاكل صراحة كان بنين بزف والحميس هذا اكيد نوعدكم اني رايحا يعني نتقاس معكم الوصفة في فيديو من الفيديوهات المقبلة وختمناها بالشي اكيد في الاخير وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو نقول لكم طلوا لي فروحكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو مقبل نقول لكم نحبكم بزاف وما تنسوش لايك للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة